اشتركوا في القناة ومحمة سيدتنا زينب وحمن عادها ثانية تعجيل فرج إمامنا ثالثة وعلى الأصوات بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر العدن والإيمان أجل الله يا سيدي لك الفرج وسهل لك المخرج ومن علينا بنصرتك وإعانتك والأخذ بتأرجدك تحت لوائك والشهادة بين يديك إنه على كل شيء قدير صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الشهداء بين يديك يا رحمة الله الواسع ويا أبا نجاة الأمة سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم وفع زمن ركب سفينتكم يا ليتنا كنا معكم سوادتي فنفوز والله فوزا عظيما في يوم القيامة يا أبا عبد الله في يوم الحسرة والندام يوم الفزع الأكبر يوم يا آيان يفر فيه المرء من أخيه وأمه يا أي وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني يؤتى يا مجهنما يا مولاي أسمعوا لها من بعيد تغيضا وزفيرا وحسرتا إذا ما أمر ربي زبانيته قائلا خذوا خذوا ووه فغلوا وثم الجحيم يعمى صلو ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه أن تفض من بين السلاسل والقيود إلى من ألتجأ يا مولاي بمن أتمساك لما أصرق وأنادي وقد فر الخلق جميعهم مني أنت يا مولاي الذي يلوح لي نورك المشرق في ذلك العالم أناديك يا حسايا بأبي أنت وأمي أسمع ندائي ولا تخيب فيك أملي ورجائي حاشاك يا ابن فاطمة أقسم عليك لضلع فاطمة عشاك أن تخيب أموالك ومحبيك وخادمك والباكن عليك وزوارك والمقيمين لعزائك وهذا نداء من قلب القلب إليك لا ينتهي دون الشفاعة وصراخ لا يهدأ قبل النجاة من النهار جميعا نناد الحسن في ليالي عزائه يا وجيهان عند الله اشفاء لنا الله يا وجيهان داء الله اشفاء لنا يا غريب الديار بأبي وأمي لسان حال الحوراء زينب الذي لم يفارق إلى المعنى يا غريب الديار أخي أبا عبد الله صبري غريب وقتيل العدايا مظلوم نومي قتيل يا صاحب العصر استهل محرما وبمقلتك أهل دمعك والدماء فهلال محرمين فهلال محرمين فهلال شهر محرمين شق السماء حزنا على صغط الرسول فأظلماي أتراه يا مولاي محمراً بدعاً يبكي حسيناً يستغي إث تظلماً فمحرمون فيه الهناء محرمون هو بيتباكي للشعائر عظاماً لغروة بكت الكواكب كلها والشمس والقمر المنير تعتمى لمصاب مصباح الولاية والهدى وسفينة فيها الخلاص تحتمى فمصاب الله أبكى الرسول الأعظم وعلياً المولى العماية هام هام الأكرم وكذاك أبكت ذي المصيبة فاطمان والجن ناحت والملائك في السماء أفلست تندبوا يا صاحب الزماء أفلست تندبوا صباحاً والمساء أولست تبكئي من الدمع الدمع فمتى ستخرج للتظلم رافعاً يا أين رايات ثأن الحسين وقايا ها يا إمام فلقد تحيرت العقوب ترقباً ولقد تفطرت القلوب تألم فضل لتملأ أرضنا عدلاً كما ملئت فزاداً واستبيحات بالدمع قلبك هالمسي يشلو يابن العسكري حالاً بعينك من شفت عاشور بيّن بالسمه لا لا تضل طول الدهر محجوب محجوب يا الغايب شلكني ما هي نيتك سيدي ما تسمع نواع حسين والديعين ونواع أخي إياه تريد تلتعش مهيوب يا المهدي وثلاثمية وبيهم تنتهد للدين والطالب بدم احسنان مع تدري نور العان جدك قابل بسبعين جيش الدهر وشرار واللغانك من تشوف الماعي 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 كلما أراد إمامنا صاحب الزمان أن يشرى تذكر عطش الحسين وإلى يومنا هذا كلما وقعت عيناه على الماء بكى بأبي وأمي كما كان يصنع الإمام السجاد سلام الله عليه إن بكى الإمام السجاد على عطش أبي ما يقارب ثلاثين عاما وصاحب العصر والزمان وخلال مئات السنين إلى الآن كلما ينظر إلى الماء ليشرب يتذكر عطش جده الحسين ويبكي على عطش جده الحسين عينك من تشوف الماعي يا الغي يا بجاري ما تذكر أطفال حسين ما تذكر أطفال حسين وإن الله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي من قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إهداء إلى روح أبي عبد الله الحسين لحمن صلى على محمد وآل محمد ثانية لقبول أعمالنا وأعمالهم ثالثة على محبة الحراء زين والسلام يحديثني يروى عن عيسى عليه السلام حول لقاء حصل بينه وبين راعي من الرعاة يقول الحديث إنتقل نبي الله عيسى سلام الله عليه براعا في السحراء فقال له أيها الرجل أفنيت عمرك في الرعي ولو قديت عمرك في طلب العلم وتحصيله لكان أفضل لك فقال الراعي يا نبي الله أخذت من العلم ستة مسائل وأعمل بمجبها إلى الآن في هيك كم محطة بدي وقف عندها المحطة الأولى قبل ما نشوف هذا الراعي شو أخذ من العلم وهنا بيتبين بعد ذلك أنه هذا ما كانش راعي طالع عالم من العلماء النقطة الأولى النبي عيسى من أولى العزم بالأنبياء في عنا مئة واربع وعشرين ألف نبي تلتمية وثلتعشر رسول من بين هؤلاء المئة واربع وعشرين ألف ألف نبي في خمسة من أولى العزم هم أعظم هؤلاء الأنبياء بالمناسبة في عنا رواية تقول هود المئة واربع وعشرين ألف نبي إلا الرسول محمد خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم ذلك كان الخاتم صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الأنبياء بل أفضل من كل الخلق بس الأنبياء من هون بين القوسين في رحلة الإسراء والمعراج جبرائيل وصل إلى مكان لم يستطع أن يطأه ووطأه الرسول محمد من بين هؤلاء الخمسة الأولى العزم عيسى صلى الله وسلم عليه عيسى على ما يبدو مطول كثير بالدنيا بالثلاثين أترو في عائلة الله تبارك وتعالى يعني كان عمره حوالي اثنين وثلاثين سنة أنا اللي بدي أوصله وكل محطة من هذه المحطات هي درس لنا في هذه الحياة ونحن في عاشراء الحسين صلى الله وسلم عليه أحد أكبر أهداف دعوة أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى إحياء أمرهم هي قضية أن نصل نحن إلى الاستفادة من أخلاق هؤلاء من علم هؤلاء من سيرة هؤلاء من عبادة هؤلاء من زهد هؤلاء العظماء صلى الله وسلم عليه مجمعين نبي الله عيسى هو من أولي العزم ولم يستنكذ أن يتحدث مع راعي عليكم السلام اليوم بهالدنيا واحد هيك بيريش شوي على صعيد مقام معين مسئولي معين يعني بيصير معه شوية مصاري بيعش يدير باله لحد يا أبا أن يتكلم مع فقير أن يتحدث مع مستضعف أو أن يدير بالا لأحد من الناس المساكين أنت إنسان هوي إنسان هذه القضايا عفوا التافهة الموجودة عند بعض الناس أنه أنا والله وصلت إلى مقام من المقامات مسئولي من المسئوليات وبعرف الله تبارك وتعالى أعطاه مبلغا من المال لا أعجب حدا أنت وين ونبي عيسى وين صلوات الله وسلامه عليه على فكرة هذه أصبحت حتى على صعيد عرف عام موجودة مثلاً عنا عنا ببلادنا بس بدك تفوت على مراسم أسبوع الصف الأول مين لازم يقعد أه واللي لابسين هذه اللي بسموها جرافات وإذا فيه شرم عطى راعي أو حدا قاعد قدام قوم قوم شو قوم؟ بيعدوه وراء للأسف هي موجود يروح شوف خط على أسابيع وشوف ألا وهي المشكلة عفواً ألا لو بمناسبة يمكن فرح بيقول الواحد بس كمان بمناسبة حزن في بكواته بدل المعطر اللي عاملين أسبوع بيكون عم يتأذى من هون ليوم الأذية أعدوا مسؤول هون إجا مسؤول وإجا نائب وإجا مدرمين وإجا أهلا طبعا الناس الناس مقامات ولياءات بس مش هيك هيك مين نحن ومين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي خلق الكون من أجله النبي كان يجلس حيث ينتهي به المجلس يعني إذا فات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان ملأ مكان إلا على العتبي كان يجلس على العتبي صلى الله عليه وآله وسلم على العتبي كان يجلس نبي الله عيسى جاي يفتح حديث مع راعي وعم يوعظ الراعي طبعا لأنه شخص قضية راعي وغير راعي فيه إنسان هيدا الإنسان اللي حامل صفة راعي قد يكون من أولياء الله عز وجل وهاي الإيمة هاي القيمة مش ما يملك وما يلبس وما كان فرعون يلبس وكان معاوية يلبس هيدا المحطة الأولى المحطة التانية شوفوا نبي الله عيسى بأي أسلوب تكلم مع الراعي وقد يكون النبي يعلم صلوات الله وسلام عليه حال هذا الراعي ولكنه يريد لنا نحن أن نعلم وعلى ماذا أكد نبي الله عيسى عفوا وهي المحطة أيضا برسل الإله شو قال له قال له لقد أثنيت عمرك في الراعي راعي إيه بس يعني شو منه وهذا حكيناه نحن مرة من المرات يعني أنت بدك تعمل في الدنيا ولو بحجة الكد على العائلة لأن الحديث يقول الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله وعم تعمل بالحلال من راعي حلال راعي حلال بس هذا ما بيعني أن تفني عمرك في هذا اللي بتسميه حلال بحجة أنه أنا كاد على العيال على حساب أولويات في هذه الدنيا لأنه من هذا الحديث نحن نتعلم كيف الإنسان يجب أن ينظم أولوياته وكيف يجب أن لا يؤثر المهمة على الأهم أعمل ما في مشكلة والدين يدعوك إلى العمل ومطلوب مننا أن نعمل في هذه الدنيا بس مش على حساب شيء أهم مرة أنا سؤلته جوابته وفي ناس تزعل أوقات من الصراحة أنه إذا واحد شغله عمله مثلا يقتضي ترك الصلاة هل يجوز له أن يعمل له نفس عمله حلال مش عم يشتغل بالحرام بس لأنه ما عنده وقت وخصوصا بالشتاء بجوزي اشتغل بشغل يصرفه عن واجب من الواجبات أو يوقعه في محرم من المحرمات وأن كان نفس الشغل حلال بس عم يؤدي إلى محرم من المحرمات بيجوز؟ لا ما بيجوز ما بيجوز اسألوا ميما بدكم من الفقهاء وهي قصة أنه طب العيالي بيعدوا بلا أكلوا مدرشون لا هذه كلمات عفوان هاي تبريرات يشو هلأ أنا ألتلون أني مرة الله تبارك وتعالى ما جعل لك عمل ومحل رزق إلا اللي من خلاله تترك صلاتك أو تقع في محرم آخر ما الله تبارك وتعالى هو الذي يسر أمر الرزق والعمل بس أوقات بيمتحن الإنسان مثل ما كان يمتحن أصحاب السبت ما قال لهم لليهود بل أياسوا تشبيه قال لهم السبت ممنوع الصيد طول الأسبوع يبليهم ما تجي الأسماك على الشاطئ على الشاطئ يوم السبت يجيب لهم الأسماك ما هي ابتلاء مش ابتلاء من امتحان واختبار وأنا ممكن الله يبتليني بوظيفي ما شاء الله تدر علي مالا كثيرة بس على حساب صلات على حساب واجبات أخرى على حساب أحكام الله وتكليف الله وعلى حساب دين الله تبارك وتعالى في مبرر أنه أنا ظل متمسك بهذا الشيء أبدا أنا معلّة دوز أكتر من هيك لا الشغل اللي على حساب شهر رمضان وعلى حساب مجالس الحسين عليه السلام وعلى حساب المصلة والمجيء إلى المصلة كله عليه علامة استفهام ببلاد المهجر لأنه كله بيعمل تراجع عن الدين وفتحوا عيون كنوا شوفوا منيح وشوفوا شو اللي صار ببعض العوائل ببعض الأسر ببعض الشباب ببعض الصبايا تبتعوا لنرسم خريطة شو اللي وصل الناس إلى ما وصلوا إليه شو اللي وصلوا لهون ببلاد المهجر هياك من دون سبب وفي بعض الناس إلى الآن متمسكة بهيد الخريطة خريطة الخطأ لأنه مش خريطة رسمها الله تبارك وتعالى خريطة رسمها الإنسان لنفسه خريطة اللي رسمها الله أبداً مش هيك أبداً مش هيك هي محطة تانية المحطة التالتة شو اللي أكد عليه عيسى عليه السلام على هذا الراعي قال له أفنيت عمرك في الراعي ولو قضيت عمرك في طلب العلم 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 يا شيعة أهل البيت المعرفة يا شيعة أهل البيت كذا حملنا نحن لواءه في بلاد المهجر بالخصوص ومثل بيقولهم بح صوتنا يا ناس يا جماعة يا أباءنا يا أمهاتنا يا شبابنا يا بناتنا العلم علم أهل البيت علم محمد وآل محمد الذي دعا إليه النبي وآل النبي صلوات الله وسلام عليهم أجمعين ما من نتأسف اليوم أن نجد في وسط شيعة أهل البيت عليهم السلام من لا يعرف حدا أدنى من العلم الذي يجب أن يعرفه لك القضايا الإبتلائية اللي بعيش الإنسان يوميا في ناس في ناس من شيعة أهل البيت إلى الآن لا تعلم هذه المسائل لك في ناس إلى الآن بتغلت بالوضوء ما بتعرف أحكام الوضوء في ناس إلى الآن ما بتعرف هذا الأمر الواضح في قضايا الصلاة وأمور الصلاة وأفعال الصلاة وأجزاء الصلاة ما بدي أحكي عن القضايا العقائدية والقضايا الإخلاقية أولا هوني بحدث ولا حرج بس في أوقات مسائل ابتلائية ما عنا نحن في بدايات إذا بتفتح الرسائل العملية شو هي هي الرسائل العملية كل مرجع الأحكام اللي بيكتبها تتوصل للناس بيسموها رسالة رسالة عملية يعني شو رسالة عملية يعني على ضوءها أنت تعمل بحسب ما هو مشرع لك ببداية هذه الرسالة العملية افتح أي رسالة عملية لأي مرجع تقلده أي مرجع من المراجع الأحياء أو الأموات الذين نحترمهم جميعا أحياء وأموات تحشوف أولى المسائل المكتوبة في الرسائل العملية يجب 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 شو يعني يجب يعني يوم القيامة يطالب كل إنسان منه إن لم يلتزم بهذا الواجب ويحاسب عليه وقد يدخل جهنم بسببه شو هو يجب شو يقول يجب تعلم مسائل الإبتلاء مثل شو مثلا أنت إنسان تصلي يجب عليك أن تتعلم مسائل الصلاة بتصوم يجب عليك أن تتعلم مسائل الصوم بالتاجر يجب عليك أن تتعلم مسائل التجارة حاطة أموالك بالبنوك يجب أن تتعلم مسائل البنوك جايع بلاد المهجر يجب أن تتعلم مسائل بلاد المهجر والاختراب يعني مسائل بلاد المهجر والاختراب موجودة يا عزيزي هاي مسائل خاصة هاي مسائل خاصة مين بيجوز يجي مين ما بيجوز يجي مين يجوز له أن يبقى مين لا يجوز له أن يبقى هاي مسائل موجودة في ناس لا تعرفها عدم المعرفة ليس دليلا على عدم الوجود في ناس ما عم تسمع لهذه المسائل هذا شيء آخر بس هذا شيء موجود هذا شيء موجود اليوم صار عندنا مسائل خاصة في بلاد الاغتراب لأنه بلاد الاغتراب فيها بلاء خاص فيها أجواء خاصة لذلك يطلع عنا مسائل خاصة قد ما تشوفها ببلاد بلاد الام بلاد المحضر طيب أنت سيكن ببلاد المهجر يجب يجب أن تتعلم مسائل هذه البلاد ووجودك في هذه البلاد وأي تأثير في هذا الموضوع غدا يوم القيامة إن سئلنا وقلنا نحن لم يكن لدينا خبرة إن قالوا لأله تبارك وتعالى والله نحن لم كناش عارفين بمسائل بلاد المهجر والاختراب شو لا حيئ لنا الله يعني ألعي على الشيخ ممكن تمرو بس على الله ما بتمرو شو لا حيئ quella الله تبارك وتعالى وين كنتو أنتو لماذا لم تتعلم هذه المسائل لماذا لم تتطلعوا على هذه الفتاوى لماذا لم تتطلعوا على هذه الأحكام أنه أنتم تكليفكم أمام الله تبارك وتعالى وتعلم مسائل ابتلاء أي موقع تكونون فيه أو تتواجدون فيه هذه مسائل موجودة شوفوها في الرسائل العمالية قال له ولو قضيت عمرك في طلب العلم وتحصيله فكان أفضل لك قال الرعي يا نبي الله أخذت من العلم ست مسائل وأعمل بموجبها انتبه شو قال له أخذت ست مسائل ست أمور بس الملاحظ قال له وأعمل بموجبها في ناس قد تعلم في ناس قد تعرف ولكنها تتجاهل ولا تطبق اليوم في زمن الارتباط وهذا المأسوف عليه بزمن الارتباط بزمن سار العلم يسهل على أي إنسان أن يحصله أن يصل إليه وسيل الارتباط اليوم بين أيدينا أصبحت وما زال عندنا في وسط المحسوبين على أئمة العلم وقادة العلم ما زال في بعض الناس لا يعلمون ولا يعرفون هذا شيء شيء آخر لا في ناس ممكن تعرف ولكنها تتجاهل لأنها تريد أن تبرر لنفسها مخالفة ما تعلم به ما في ناس بتعرف فلان شيء حرام فلان شيء X من الأمثلة تعرف طيب ليش عم تشتغل فيه ليه مع أنها تعلم إذا مش كل من يعلم يستطيع أن يعمل هذا الراعي يقول أنا يا نبي الله أخذت ست مسائل من العلم وأعمل بها فعرضها على نبي الله عيسى عليه السلام والله شوفوا قال له المسألة الأولى ما دام الحلال موجودا لا أأكل حراما قال له ما دام الحلال ميسر ما دمت قادرا على أكل الحلال لا أأكل الحرام لا أمتى عفوا أمتى الحلال بإنفقات إذا بعض الناس عم تأكل حرام هذا مش معنات الحلال مش موجود هي عم تأكل حرام الحلال دائما موجود نعم في حالات ما بأعرف أمتى واحد بيكون مثلا افترضنا بشي صحراء وانقطع من الطعام والشراب وقام شف له ميتة أو لحم خنزير فاضطر أن يأكل غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع على يدي حالات استثنائية واحد مقطوع بصحراء بس هذا الزمن ما في هيك إلا ما في اليوم الحلال ما شاء الله أنا بقول لهم على فكرة إذا بتعمل مقياس ما بين الحلال والحرام مين قال إنه الحرام أكتر من الحلال مين قال بس بيقولوا ابن آدم أسود راس هذا الحلال موجود قدامه لكن للأسف على قاعدة كل محجوب مرغوب والله هو يحاب يدوء يدوء لحم الخنزير قالوا له طيب هو حابب يدوء هو حابب يتعرف نفسه لم تطاوعه على اجتنابه ما لطاعته على ارتكابه هناك مرة هناك مرة واحد بإلماني قال أنا أنا أكلت لحم خنزير بس أنا دبحته عائدة إنه أنا هو هكل الهم دبح بكر الخنزير حرام لأنهم ما بيندبح على طريق الشرعي إنه شعارك بيتبحوه كمان ما بيتبحو أصلا يعني فوق الحرام حراما نفسه لم تطاوعه الله هو حابب يدوء لحم الخنزير قديش عنا شراب محلل في الدنيا بس هو حابب يدوء الخمر أنه قالوا له الخمر مثلا بفيد للإكتئاب مثلا لماذا بفيد للإكتئاب أنه بيطلع الإنسان من هالدنيا بيصير بلعقل وإذا صار بلعقل خلاص ما عاشي هكلها مشي ما عاشي يصير مكتئبا شك والله حابب هو يدوء يدوء الخمر الله قال لآبائنا لأمهاتنا لشبابنا للآباء والأمهات قالوا نزوجوا ليدكم حتى ما يروحوا خصوصا بهذه البلاد يمين وشمال لأنه اليمين وشمال هون ميسر مش بس يمين وشمال يمين وشمال وفوه تحت ميسر كل شيء هون زوجوا ليدكم أنت روحوا يا شباب يا صبايا وفتشوا على طريق الحلال طريق الحلال ميسر الله بيسر ومن يتق الله يجعل له مقرجا روحوا إلى طريق الحلال لا فينا جاي عبالة تدوء الحرام وتسوي علاءات حرام وتنفتح الحرام ويا حرام وين رايحين هول وين عفوا الله يهدي كل الناس بس المأسوف على من يفعلونها كذا مين أنه اليوم صرت تشوف حتى بوسط شيئة أهل البيت عليهم السلام ونحن بذكرى الحسين سلام الله علي ليوصل إلى خارق هذه القضايا وهذا الدين قد يجعل له مساحة من المحللات بس هو يريد أن يرتكب الحرام وهذا أن يصل الإنسان إلى مرحلة هالراعي إلى قناعة وعلم بالحلال واحد اثنين وتطبيق ما يقتنع به على كل الأصعد أنت بهم ليح موضوع الحلال اللي عم يقوله عبر عنه بقصة ما دام الحلال موجودا لأكله حراما بس سيدا الراعي مش بس أصده هيك أصده ما دام الحلال بكل شيء موجود أنا أبتعد عن كل شيء اسمه محرم سواء كان أكل أو غير أكل هي ثقافة هي إرادة هذا نهج هذا نهج الأنبياء ونهج الأوصياء هذا نهج محمد وآل محمد هذا نهج الحسين وأحد أسباب مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو إرجاع الناس إلى مبدأ حلال وإبعاد الناس عن شيء اسمه حرام لأن الناس انكفأت إلى الحرام وابتعدت عن الحلال هاي الأولى طبعا نحن الأولى هيك عم نمر على الأولى والتاني والتالتي والرابعة مرول الكرام وقال لكل وحدة منهم تستحق ليلي من ليالي عشرة أو أكثر قال الثانية ما دام الصدق موجودا لا أكذب ما دام الصدق موجود بدتي بقلب خير ليش بدي كذب أنا بمعزة العالمين وكيف وبأي طريقة ولأي سبب ليش الصدق موجود ليش أمتى ما كان الصدق موجود هو الصدق موجود بس في إنسان بيكذب الصدق موجود في إنسان بيحتال متى فقد الصدق قال لأ بحالات من حالات الاضطرار على قاعدة أكل لحم الخنزين لما واحد لحيموت ممكن واحد يوصل إلى مرحلة يضطر أن يكذب في محل ما كما لو كان إثنان مثلا من المؤمنين قد اختلفا واضطرينا آخر شيء أن نصدر كذبة من أجل إصلاحهما من هون اشتهر بين الناس بيقولوا الكذب بالإصلاح يجوز مش مشتهر بين الناس هي حالات استثنائية بحالات الاعتيادية شو مش من مواصفات المؤمن الصدق الصدق مع نفسه الصدق مع الله والصدق مع الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أبرز الصادقين محمد والمحمد قالوا ما دام الصدق موجود لا أكذب لا بالكبير ولا بالصغير لا بالجد ولا بالهزل ما بيصنع لنفسي مبررات وباعتبر أنا مضطر أنا أكذب فأكذب ما بيصنع لنفسي مبررات قال الثالث ما دمت أرى عيبي لا أشتغل بعيوب الآخرين والله أنا أسم الله علي يقعد عم نصدر عفلان وفلان وفلان بيعمل هيك وفلان مش كتير بمجتمعنا اليوم القبليلي من الليالي قد نتناول هذا بالتفصيل نشوف نحن وين واصلين وين مجتمعنا واصل وللأسل مجتمع محسوب على أهل البيت عليهم السلام وقل من نجد من يسلم من لسان الناس وحكي الناس مين أنا اللي عم عم قيم وعم بيحكي مين أنا أنا سلم لك هو المعصوم عليه السلام السلم من العيوب ما بيحكي على العالم أنا وياك بأن نحكي على العالم أنا وياك بأن نتناول عيوب العالم معصوم سالم من العيب سلم منه الناس ومن لسانه ويدا المسلم الحقيقة وأنا اللي كل عيوب مش سلمان الناس من لسانه شو هالمفارقة هاي ما أجمل أو للشاعر عندما قال لسانك لا تذكر به عيب مرئ فكلك عيوب وللناس ألسنوا بتقول لسانك عم تحكي فيه على فلان وفلان أو لساني عم بيحكي فيه على فلان وفلان وشو أنت سالم يعني هذا بالمثل اللبناني بيقول اللي بيته من أزاز ما يشالق الناس وصدقوني صدقوني إذا يوم من الأيام إذا يوم من الأيام يا صمح الله هتك لك سر أو عيب فتش عن يوم من الأيام هتك تفيه سراً أو عيباً مش مجرد حكي نتبه حكي نحكي على أمير المؤمنين عليه السلام نعنه أمير المؤمنين ما حكي على أحد بس نحكي عليه تظلماً تظلماً شي مش مش عامله أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا بزمن معاوية بين القوسين زمن معاوية كانت الحرب على المنابر على علي بن أبي طالب عليه السلام سبعين سنة أسس معاوية لعنه الله السب على المنابر لأمير المؤمنين وهتك أمير المؤمنين ولم يستطع أن يفعل شيئاً أين معاوية وأين علي اليوم ما أدري أن يعمل شيء على قول قولي من قال لقد أخفى على طريقتي لح ألكن ياها لقد أخفى محبو أمير المؤمنين فضائله خوفاً خوفاً لأنه كان الشيع يقاد ويقتل لمجرد أنه يحب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والسجون في زمن بني أمية وبني العباس كانت ملقة بس لأنه هو موالين لأهل البيت هو بيحبوا أهل البيت يا ده الذنب بس لش بالمناسبة بزمن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبعض الشيع وين كانوا وين كانوا بوقت كربلة بالسجون واحد من هؤلاء كانوا بالسجون المختار الثقافي كان بالسجون المختار في زمن ثورة الحسين صلوات الله عليه عليه وَأَخْفَ مُبْغِضُوهُ فَضَائِلَهُ حِقْدًا من أبغض عليًا أَخْفَ فَضَائِلَ عَلِيٍّ حِقْدًا عَلَيٍّ يقول هذا القائل رغم هذا الإخفاء من الطرفين ولكن ظهر ما بين ذاك وزين ما ملأ الخافقين من فضاء الأمير المؤمنين عليه السلام لأن عليًا هو من نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره في ناس حكت على علي بن أبي طالب وبزمن معاوية وصلت أناعة بعض الناس في الشام أن علي بن أبي طالب لم يكن يؤدي الصلاة ذلك لما وصل خبر لبعض الشاميين قال له ضرب عليهم في المحراب كان علي بن أبي طالب عم يصلي أم دربوا بن ملجم هو كان عم يصلي قال له لش كان علي بن أبي طالب بيصلي لحد علمه أنه كان أمير المؤمنين بيصلي شها المظلومية لك المظلومية بتعرف يا المظلومية أصعب من ذبح الحسن لك مين أول من صلى معا رسول الله علي وخديجة أتهم علي بذلك نعم هي تهمة ممكن تتهم ممكن أنا أتهم مع أنه نحن مش حكيين على عالم بس أن يهتك لنا سر أو عيب مستور في علامات استفهام على نفسنا الله عنده حجارة كمان وعا وعا تفكر وعا أنا أفكر إذا هيك عم ببرش بالثاني يمين وشمال أنه الله لح يتركني لا 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 يعني بعض الأحاديث اسمعوا مليح بعض الأحاديث من تتبع عثرات أو عورات المسلمين تتبع الله عثراته وعوراته وفضحه ولو في بيته ببيته بين فضح ليه لأنه هو يفاضح هو يفاضح هو إلسانه يمين وشمال عم يقص وعا واحد يفكر أنه أنه الله بيترك لا 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 ما بيترك قال الثالثة ما دمت أرى عيبي لا أنشغل بعيوب الآخرين كل واحد يشوف عيبه كل واحد يروح يصلح نفسه يبدو بفلان وبفلان نعم أنا إذا بدي يشوف فلان بيجي بيجي لفلان بيقول له يا فلان انتبه بيني وبين وأمره بالمعروف أنهاه عن المنكر أصلحه إذا كنت أنا مصلح لنفسي مثلا شايفه مثلا شايفه مش عم يصلي بيقول له تعي يا حبيبي صلي مش يروح بنشر عرضه أمام الناس وبطلع بولف لا ما بيصليش إذا رأيته قد فعل منكرا وهو مستور زنى يا أخي وما أكثر الزنى بهذا الزنى زنى أمت أنا لا سمح الله عرفت أنه زنى أو شفته زنى بروح بحط على الواتس أب وعلى الفيسبوك هاي هاي اللي بيعمل هايك بدو ينهتك هو هو بدو ينهتك يوم من الأيام سيوضع له حالة نفس الشي إذا عمل هايك نفس الشي لحين حطله على الواتس أب والفيسبوك فضح سيفضح سيفضح هو هو اللي بيفضح أعراض الناس بدتن فضح أعراضه رفت أنا أنه لا سمح الله هو إذن تعي يا حبيبي بطل هاي العادة تب إلى الله ارجع إلى الله الله فاتح باب التوبة ما تيأس من رحمة الله لا هيدا مطلوب هاي مش فضيحة هاي وعب هيدا إرشاد هاي نصيحة هيدا مطلوب في مجتمعنا بس أنه لا يمينا وشمالا الرابعة قال حيث لم أجد إبليس قد مات لا أأتمن وساوسه قال له يا نبي الله أنا ما دمت بعتقد أنه إبليس بعضه طيب فأنا احترز منه هو هيدا من أعظم الأمور بس لا ذكر نفسي وذكركم يا جماعة الشيطان بعد ما مات بس عفوا يعني بعد ما وصلنا نعي نعوي أنه هو مات ما وصل بعد مش عرمي ودينعي بس يموت يعني وخلينا على قاعدة نطمن بالنا لن يموت الشيطان إلا بعد ما يفنه هل هل عالم ألا في بعض بعض العلماء إذا هل نحكي بعض القضايا في بعض الناس بتجي بتسأل أسئلة على قاعدة العلم في عنا حديث بيقول السؤال نصف العلم أنا بس تشوف عالم دين استغل وجود العالم بسؤال نافع في بعض الناس بتسأل أسئلة يعني عفوا ما إلا طعم ولا لون ولا رائحة ولا فائدة مرة واحدة بالعراق قالت له لشيخ شيء اسم أمه للنبي نوح لا حول الله اسم أمه للنبي نوح هل هي مشكلة أمه للنبي نوح نعرف اسمها لهو كان مختار بها داك الزمان وحتى مختارها داك الزمان يمكن مش لح يعرف اسمها مظبوط لأنه أسماء سريانية وصعبة يعني هاي سؤاله بينسأل واحد سأل عالم من العلماء قال له الشيطان بينام لك هذا شو همه قال له الشيطان بينام مش عاركون هو عنده ألأ أكلنهم من الشيطان قال له الشيطان بينام سؤال هل لا أخر شيء بدوش يكسفه هذا العالم الوقت نحن نسأل بعض الأسئلة معذرة يعني طبعا أنا عم بحكي هون بصورة عامة ما منقول لا يعني نحاول أنه يا جماعة منجاوب على السؤال إن كنا نعلم مشكل شيء نحن بنعرفه معلمنا الله تبارك وتعالي نقول به ولا ما لا نعلمه ما ما منقوله بس نحن عم نقول الإنسان اللي بدي يسأل يسأل سؤال واحد ما بيعرف يتوضى وجاء عم يسأل عن أم النبي نوح لك سأل عن الوضوء سأل عن الصلاة واحد ما بيعرف أصول دينه عم يسأل مثلا إبليس بينام ولا ما بينام ليته عمره ما ينام بس هو هذا العالم ما فير شيء عنه جاوبه قال له هو والله أنا ما بيعرف بينام ولا ما بينام بس بدي لك شغلة نيحة طلعت من العالم قال له والله لو بينام كنا ارتحنا منه شوية كنا نغيح وارتاح إبليس يا عزيزي إلى الآن لم يموت ولن يموت ما حدا لحيموت من البشر قبل إبليس إذا بدكم أكثر من هيك أنا قال لك الوحدي بدل حالة محاضرة عنا حديث عن النبي بيقول كل إنسان يولد يولد معه شيطانه يعني إذا بتحط بالعدد يعني عدد من الشياطين المخصوصين للبشر يساوي عددهم عدد الناس كل إنسان يقول يولد يولد معه شيطانه ألا في واحد يجعله للنبي قال له حتى أنت يا رسول الله أنت إنسان يعني حتى أنت ولد معك شيطانك قال له نعم ولكن الله أعانني فأسلم على يدي فلا يأمر إلا بالخير نعم أنا إيه بس أسلمت أسلم هو من الجن ومأمور أن يؤمن برسول الله فأمن برسول الله ما مات الشيطان يا جماعة أمام كل كلمة بنا نقول وكل موقف بنا ناخده كل تصرف بنا نتصرفه كل رأي بنا نعطيه خلينا نشوف الشيطان أين هو من هذا القول وهذا الرأي وهذا الموقف وهذا التصرف أنا بدأ أحكي هاي الكلمة الشيطان شو رأيه فيها خدت موقف شو رأيه الشيطان بهذا الموقف تصرفت تصرف أحطيت رأي سلكت سلوك انتهشت نهجا عملت عملا أي شيء أي شيء خلينا نشوف شوف في رأي لأ الله وفي رأي لأي بنيس تشوف أي сравника لكن اتبه في وضوح في وضوح بالموضوع يعني اليوم نحن بذكر الحسين عليه السلام وبزمن الحسين عليه السلام ما كان رأي الله واضح ورأي بنيس واضح ما بزمن الحسين كان رأي الله متمثلا بالحسين عليه السلام وما يقوله الحسين وما يفعله الحسين وما يتصرفه الحسين وما انتهجه الحسين وما رسمه الحسين عليه السلام هذا رأي الله كان لأن الحسين هو خليفة الله لكن الناس وين راحب لكن 30 ألف كانوا مع رأي إبليس 30 ألف في وجه الحسين عليه السلام 30 ألف ما كانوا عارفين هودا 30 ألف أنه هني في صف إبليس وجنود إبليس وحياتك عارفين أنك ما شاف الحسين وشو بعد بده واحد يعني معتمي الحكاية أكثر من هك دعني هودا الناس اللي كانوا باليمن وكانوا مدروين والمش عارفينين بالحكاية لأنه ما كان في وسائل الاتصال ما كان في انترنت ما كان في تلفزيونات ما كان في تلفونات ما كان في عدا يتصل بواحد باليمن اللي طاع على كربلة وين اليمن وين فيش شيعة كانوا باليمن يمكن لو عرفوا بقصة الحسين كانوا أدركوا بس وين شيلنا من الهول طب هون 30 ألف ما شافوا الحسين بكربلة وبالمسرع لما نحن منقر المسرع شوف الإمام صلى الله عليه في بعض الناس يمكن تقول له لك وقت تحكيهم يا أبا عبد الله خلاص خلاص كل واحد يروح يليس طفلوا عجهنة لا الإمام الحسين كان يقوم يحكيهم أكثر من مرة خاطبهم وقات يقول له نسكتوا اسمعوني تصور تصور يقول له نسكتوا يا عمي أنا أنا بدي أحكي أنتوا قلكن حق علي وأنا أريد أن أخاطبكم لأول أعظم من هيك شوف هي الرحمة الحسينية هي من الرحمة الإلهية لما ما ردوش عليه صار يبكي صار يبكي علي قال له أحدهم قال له مولاي عم تبكي عليهم عم تبكي عليهم قال له اه عم ببكي عليهم قال له قال له أنه هو بدي فوت جهنم بسبب قتلي شحلام هو شفوت جهنم لك هالأخلاق لك هالعلو لك هالعلو أنه هو حيفوته جهنم بسبب قتل الحسين آمل حسين عم يبكي عليهم لأنه نحن بالنسبة لأنه لعنهم الله إلى جهنم وساءت مصيرة بس شوف الرحمة الحسينية رأيي إبليس كان واضح أنا ذاك في ناس وضعت نفسها بين رأي الله ورأي إبليس في ناس اختارت رأي الله وفي ناس اختارت رأي إبليس الحر خير نفسه بين الجنة والنار فالتحق مع الحسين عمل موازني هذا بيوصل إلى الجنة وهون رأي الله هون قرار الله هون مشروع الله هون رضا الله تبارك وتعالى بينما هناك مشروع إبليس رأي إبليس رضا إبليس وجهنم فقال لن أؤثر على الجنة شيئا بينما عمر بن سعد عمل موازني نفس الموازني بس كيف طلع بأي قرار أنه طالع عمر بن سعد على فكرة أعرف للمعرف وزيدة المعرف أنت بتعرف أنه عمر بن سعد كان يقاتل مع أمير المؤمنين في صفين كان من جنود علي بن أبي طالب عليه السلام في صفين كما يقولون إبكربلا إبكربلا خير نفسه بين اثنتين أأترك ملك الري والري منيتي أم أغد مأثوما بقتل حسيني أوجد نفسه بين خيارين وكان واعي في أعلى درجات الوعي للخيارين وعواقب الخيارين هو يعلم قال أأترك ملك الري والري منيتي لأنه وعد بأنه إن قاتل الحسين عليه السلام سيأخذ ملك الري وجرجان هيك وعده ابن زياد أم أغد مأثوما مأثوما بيعرف أنه إذا قاتل الحسين هو إلى جهنم بس شو اختار اختار شو اختار مشروع إبليس المشروع الآخر وين عمر بن سعد اليوم على فكرة الإمام الحسين قال له لا عمر بن سعد قال له أنت بفكر حالك لستحصل على ملك الري وجرجان بعد مني يعني بعد ما تقتلني الإمام كمان قال خلي ارمي هذا وهو بيعرف بس من بيب إلقاء الحجة خليلي ارمي له هالحكاية باركي شو قال له الإمام قال له لن تحصل ملك الري وجرجان كأن برأسك يقطع وتتلاعب به الصبيان وهيك حصل هك فعل به مين مختار الثقافة مع أنه كان قريب كان قريب للمختار كان صهر المختار على ميت ولم يحصل على ملك ملك الري وجرجان هذا اللي بالتعبير اللي بنيني طلع فواخر فواخر لا دنيا ولا آخر واليوم يا أعزة اليوم اليوم في مشروع الله وفي مشروع الشيء بكل شي بالملفات الكبرى وبالملفات الصغرى بكل شي نحن منعيشه بالحياة في مشروع الله وفي مشروع إبليس هاي كلمة مشروع كلمة كبيرة بس تعالى كلمة الحق هاي مشروع الله كلمة الباطل هاي مشروع إبليس نحكي على العالم بالمنح هيدا مشروع الله نحكي على العالم بالوحيش هيدا مشروع إبليس نشتغل بالحلال هي مشروع الله بالحرام مشروع إبليس هاي مجالس الحسين هاي مشروع الله الانكفاء عن هذه المجالس انكفاء عن مشروع الله تبارك وتعالى بكل شي اليوم نحن لما عفوا أنه البعض مننا يتبرأ من عمر بن سعد وكل شيعة أهل البيت يتبرأون من عمر بن سعد ليش نتبرأ مثلا من عمر بن سعد على أساس أنه هو اختار الخيار الشيطاني والمشروع الشيطاني على المشروع الإلهي مش هاي مرة من المرات مش عارف كانوا حكيتكم ياها أنا في بلد من البلدان بلبنان كان في شيخ صريح قال أنا قداش يمكن صريحه والظاهر أشده صراحة إذا بيجي على تورنطو غير تورنطو يوم شحرين شو يعملوا فيه مهم فكان قاعد بين الناس بمجلس عزاء الظاهر وقام هو بيعرف أحوال بعض الناس اللي قاعدين ما أنا قلت مشروع الله مش بس بقضية قتال مع الحسين بكل شيء بكل شيء مشروع الله حق مشروع الشيطان باطل بكل التفاصيل هو بيعرف بعض التفاصيل عن بعض الناس فقام ذكر عمر بن سعد بفي بعض الناس اللي بيعرف أجواء صار يلعنوا عمر بن سعد طلع فيهم هي قالوا ليش عم تلعنوا عمر بن سعد ليه صار يعيش عم تلعنوا عمر بن سعد وإنتوا مثل عمر بن سعد صار يا يقولوا ليش مثل عمر بن سعد صار يا يذكروا بتفاصيل قالوا ليش Cincinnati ما قاطل فلان على متر أرض وما عاد فلان كريمل صار يقول لهم جيبهم تفاصيل عم تلعن أمر بن سعد أمر بن سعد ملعون لأنه زاحى عن الحق ومال إلى الباطل أنت عم تلعن وأنت مع الباطل وتزيحه عن الحق كيف عم تلعن بكل شيء أيها الإخوة أيها الأخوات في مشروع الله وفي مشروع الشيطان والمنظر أين نكون وكيف نكون قال الخامسة ما دمت لا أرى خزانة الله خالية لا أطمع بكنز المخلوق ولحد الآن لم تنقص خزانة الله حتى أحتاج لمخلوق الله ممنوع بدعاء الافتتاح الحمد لله الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا الحمد لله الذي لا تنقص خزانه بس هي ثقافية يا إخواني يا أخوات هي نهج هي حالي هي حالي بتعمل معاجز على فكرة قال له أنا شايف لحد هلأ خزانة الله مليانة فلا أذهب إلى خزانة غيره ولا أطلب الرزق من غيره ولا أعتمد على غيره شو بتعمل هاي دي حالي من الارتياح والأطمئنان دايش بتعمل حالي من الارتياح مش عايب اليوم هي الثقافي موجودة عند مثل إذا الرعي وفي ناس عم تبحث عن مال حرام عن رزق في مالي حرام خزائن الحرام أو الحلال ما عم يدوم بل يدوم الحرام قال السادسة وصلنا عن نهاية إن شاء الله شوها الرعي قال السادسة حيث لم أرى رجلي تطآن الجنة لا أؤمن عذاب الله تعالى مدمت أنا مش شايف إنه فتع الجنة فأنا لا أأمن عذاب الله وهذا يدعوه أي ثقافي تدعو إلى عمل مستمر ودعوب وخوف مستمر واتصال مستمر بالله تبارك وتعالى في بعض الناس واصلين ما شاء الله إلى مرحلة من الأطمئنان إنه هلأ الله تبارك وتعالى يعزبنا لإلنا يعني مش شايف تارك يزيد ومعاوية وفرعون وجي نحن لمعطرين مشحرين بدوا يعزبنا مين قال بدوش يعزبنا بدوا يعزب فرعون وإننا مرود وهارون ومعاوية ويزيد وبدوا يعزب تارك الصلاة وتارك الصوم ولي بيغتاب كلنا بدوا يعزبه كله جهنم بس لفرعون والنمرود يا عزيزي أكثرية الناس الساحقة وين مش أنا عمول هيك أنا بقوله وأنتي بتقول اللهم أجرنا من جهنم بس الأكثرية اليوم وين بالقرآن الكريم القرآن كيف تحدث عن الأكثرية كيف بطريقة إيجابية ولا سلبية بطريقة سلبية وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وقليل من عبادي شكور أنا أيلهم بالجنة في محلات أدمغدك لأن الأقلية وين في الجنة هي حقيقة هي حقيقة والأكثرية الساحقة في المكان الآخر في العالم الآخر لأنه بالقرآن بتشوف هذه الحقيقة بتجد أن أكثرهم مضمون للأي كافرين فاسقين واء واء إذا الأكثر هيك يعني الأكثر أين سيكونون مش لازم يطمع أن الإنسان إلى حد يوقف العمل نعم يطمع برحمة الله وهو يعمل هذا كتير ممتاز يدعو الله أن يرحمه وأن يغفر له وهو يعمل هذا كتير رائع بس أنه إنسان يقول الله تبارك وتعالى لن يصنع لي شيئا لن يفعل لي شيئا أنا غدا إن شاء الله بشفاعة أهل البيت من أهل الجنة وهو يوقع ترك صلاة لا ما لح تزبط ما لح تزبط هيك قال عليه السلام قال عليه السلام هذا هو علم الأولين والآخرين قال له عيسى للراعي هذا هو علم الأولين والآخرين الذي قرأته أنت تبهم ليه؟ وأخذته أنت ما يخذ فيه أنت عامل فيه أنت ملتزم فيه أنت مطبء في حياتك مش بس بيخذ زمن الحسين صلوات الله والسلام عليه في ناس كتير كانت تعرف لأنها القلة التي عملت تعرفوا لش ترك حسين المدينة والسلام الله عليه ما فيش بالمدينة الأنصار المطلوبين مدينة 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 النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضطر الإمام يترك المدينة والناس بتعرف الحسين تعلم يا عزيزي مش مشكلة علم كانت شايفته يترك المدينة لوين إلى مكة مكة تكليف الإمام يروح تكليف الإمام يروح مجمع الحجاج وبزمن الحج والمسلمون يجتمعون من كل حد وصوب ومن كل فج عميق تكليف الإمام تبه مع علم الإمام بكل الأحداث بس علم الإمام شيء وتكليف الإمام شيء آخر الإمام يعلم ماذا سيحصل ولكنه يعمل بتكليفه ليقيم الحج على الناس لأنه مشكلة الناس بيستوعب أنه الإمام بيعرف كل شيء لما علمه الله خرج إلى مكة ووعظ الناس وبيّن للناس ومد إيد للبيعة مد إيد بمكة عند الكعبة ابن عباس يقول في رواية أما مد إيد الحسين مد جبرائيل يده مع يد الحسين ليتلقف بيعة كل من يبايع الحسين عليه السلام بايع عدد كبير عدد كبير من الناس من من يعلمون من هذي الذين يعلمون وصلوا إلى كربلاء أدى صار يقرفته على الطريق على الطريق صار يتغربله ولعيني على الغربل يا جماعة بعد ما احنا ما تغربلنا ولتغربلن غربلتاً كما يقول الحديث يعني أنا أوقات عم بيبتلي بأس مسألة حرام أكل حرام حكي حرام مع مهدد كيف لا يجي المصاب الأعظم كيف لا يجي البلاء الأعظم كيف لا يجي الامتحان الأكبر صار يتغربله على الطريق وصلوا إلى أرض العراق بعدد إلى كربلاء ابين آل فيما يقارب 72 من الأنصار ومع النسوان وبني هاشم يعني مجموعة مجموعة حوالي 150 إنسان أو 200 إنسان بالكتير مع نساء وأطفال وأنصار وأهل بيت هو كانوا مع الحسين سلام الله عليكم والبقي يوين وين في ناس تركت في ناس بالكوفة قالت ما لنا وللسلاطين ما كانوا بيعرفوه كانوا بيعرفوه بس مثل حبيب عندما علم بمجيء الحسين يترك كل شيء وراءه ويلتحق بكربلاء بس هوا معدودين على الأصابع أو على طريقة هذا الراعي الذي علم وأخذ بالعلم وطبق ونفذ مين اللي بيتحمل مسؤولية قتل الحسين مين الشمر صحقة للحسين بس لو كان هناك أمة قامت مع الحسين هل تجرأ لعين كالشمر على أبي عبد الله الحسين نحن هلأ بزمن مماثل لهذاك الزمان وأن اختلفت الوجوه نوأع بأزمنة مماثلة لما بينهض أنصار وشبان وفاعلين وحسينيون ما بيتجرأ أو غاد على أعراض الناس وعلى حرمات البشر لشي اليوم نحن في العراق وفي لبنان لو لا دماء من قاموا من هؤلاء الحسينيين أين كان أمثال داعش وغير داعش من هؤلاء الذين ينتمون إلى يزيد وابن زياد وإلى الشمر وين كانوا وصلوا إلى إلى مقربة من كربلاء بيعرفوا إخواننا بالعراق منطقة جرف الصخر اللي سموها بعد ذلك بجرف النصر على محطة قريبة من كربلاء واليوم نحن في بلدنا لو لا دماء الشرفاء وين كنا يعني أنت كنت بتنزل بتقضي براحتك بلبنان تعيش براحتك بلبنان ما حدا عم يتجرأ عليك اليوم ليه لو في دماء دفعة لو كانت هذه الدماء وهؤلاء الشباب بهي الأعداد لو كانت مع الحسين لقلب الحسين العالم ولغير الحسين الكون بس ما كان معه هاي الأعداد ألف لو كان معه كعابس وحبيب كان غير المعادلة ما نوصلوش للألف نينة وسبعين ما عشي عشرين واحد من من بني هاشم بدي يوقف بوجة ثلاثين كمان ما زبا نحكي معادلات رياضية ما بتصبطش يعني الأمة الأمة كانت تعلم والحسين أصر على المواجهة حصلت تلك المجزرة الاستثنائية الاستثنائية في التاريخ يمنع علماءه عن الحسين ومخيم الحسين وأطفال الحسين في بعض الروايات منع الماء في السابع من محرم عن الحسين عليه السلام من كان معه وتحصل تلك المجزرة التي قل نظيرها اقطع الرؤوس ترفع الرؤوس تداس الأجساد تصحق الأجسام وتسبى النساء وهذا المشهد ما زاله سيبقى يا أخوتي ويا أخواتي في قلب صاحب العصر والزمان في وجدانه في ضميره يبكيه بدل الدموع دمان يندبه وهو الذي قال صباحا ومساء ولقد رآه بعض المؤمنين هكذا يبين الإمام عليه السلام خصوصية بعض المصائب التي عزت على أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم أجمعين كل مصائب الحسين عظيمة مصيبة أعظم من مصيبة يراه بعض المؤمنين في عالم الرؤية يقول سيدي ومولاي أنت تقول في زيارتك لجدك الحسين لأن دبنك صباحا ومساء ولا أبكين لك بدل الدموع دمان قال نعم قال سيني على من تبكي بدل الدموع دمان أتبكي على جدك الحسين وأن هو يبكي ولكن يريد أن يشير إلى مصيبة عظيم قال أتبكي على جدك الحسين قال لو كان جد الحسين حاضرا لبكا قال أتبكي على عمك العباس قال لو كان العباس حاضرا لبكا قال سيد عمك العباس قطيع الكفة والإمام يولي أهمية خاصة لأبي الفضل السلام الله عليه قال لو كان عم العباس حاضرا لبكا قال أتبكي على علين الأكبر المقطع إربا إربا قال لو كان علي الأكبر حاضرا لبكا قال أتبكي على القاسي قال لو كان القاسي حاضرا لبكا قال أتبكي على عبد الله الرضيع مع أن الرضيع كان صغيرا ومع ذلك عبر الإمام لعظم المصيبة التي سيشير إليها بعد قليل إلى هذا الرأي قال أتبكي على عبد الله الرضيع قال لو كان الرضيع حاضرا لبكا قال السيد لا تبكي على الحسين هذا أبكي على عمتي زيناب أبكي على ما جرى على عمتي زيناب أبكي على عمتي زيناب أنا أذكرها عن مولاد الإمام صاحب الزمان أبكي على سبيها أبكي على ضربها بالصياءات حتى تورمت متونها أبكي عليها وهي التي لم يرى خيالها قبل يوم عاشورا وهي التي نادت بلسان الحمال تقول لأخويا أنا اللي من سمع صوتي سمعو نعم بيوم عاشورا كان الأمر مختلفا وأنا اللي من شاف خيالي شافه ماذا وعن ماذا أحدثك يا صاحب الزمان وكل المصائم أحرقات وتحرق فؤادك إمامنا كبقية أئمتنا يحضر مجالس العزاء يعقد مجالس العزاء يسمع مجالس العزاء وكأني به يسمعني وأنا أقرأ وعليه مصائبا من مصائب الحسين سلام الله عليه ومصائبه كثيرة أنا سأحدثك يا سيني عن هذه المصيبة التي حصلت بعد مقتلي جدك الحسين صلوات الله وسلام عليك خرجت يتيمة لجدك الحسين والنار تشتعن في أزيالها في بعض ثوبها خرجت من الخيمة حافيتان مذعورتان عندما آجم القوم على المخيم خافت هذه اليتيمة يقول حميد بن مسلم وكان ممن رأى ما جرى في الطف وأخذ يكتب ما رأى يقول رأيت طفلة النار تشتعن في أزيالها جئت إليها أطفأت النيران خافت مني قالت يا شيخ هل أنت لنا أم علينا هل أنت معنا أم معدونا قال لها بني لا لكم ولا عليكم يقول هذا الشيخ بنت بنت انظر ماذا تصنع البعض منكم لدي منك لا أدري إذا وقعت بما وقعت بي هذه اليتيمة ماذا تصنع إذا كان لديك يتيمك يقول حميد بن مسلم رأيتها تتظلل بظل الجوات من حرارة الشمس اقتربت من الجوات لأن الشمس تحرقها نظرت إليها رأيتها ترفع قدما وتضع الأخرى لأنها حافية من حرارة تراب كربلا وكانت بأبي وأمي عتشانا قلت لها بني من أنت لا تخافي لا تخافي بني لنأصل عليك شيئا من أنت بني قالت يا شيخ هل قرأت القرآن قال بني نعم قرأته قالت يا شيخ هل قرأت قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقار قالت يا شيخ قالت يا شيخ أنا يتيمة الحسن أنا يتيمة أبي عبد الله أنظر وكأنها أرادت أن تحرق قلب هذا الشيخ لعله يصبح مع أهل البيت عليه السلام في تلك الواقعة بعد مقتل الحسين لعله ينعم بنصرة الحسين عليه السلام يقول قدمت لها ماء لتشرب وكانت من أبي وأمي عطشانا أخذت الماء ولم تشرب قالت يا شيخ أسألك سؤالا أجبني عليه قالت يا شيخ هل قتلوا أبي أم ما زال حيا قال ابني لقد قتل أبوك قالت يا شيخ إن أبي الحسين كان عطشانا كان عطشانا يا شيخ هل سقوا الماء قبل أن يقتلوا قالت يا شيخ لقد قتلوا عطشانا على عطشها قلبها كان يلتهب نارا من شدة العطايا لما سمعت قولا لقد قتلوا أباك عطشانا رمت الماء من يدها ولم تشرى قالت يا شيخ إن عمتي زينب قالت إن قبر جدي أمير المؤمنين موجود في هذه البلاد يا شيخ أنا أريد أن أذهب إلى قبر جدي ماذا تريد أن تفعل عند قبر جدي لعلها لعلها تريد أن تلوذ بقبر أمير المؤمنين أبل يتامى والأطفال تشتكي إلي يا شيخ أخذ الذي على قبر جدي أمير المؤمنين قال بنيا إن قبر جدي أمير المؤمنين ترجمة نانسي قبر جدي أمير المؤمنين ولا كفن تعالوا لبنكم غزلوه والكفن وياكم تجيبوه جيبو القطان وجرح الحسين نشفو يا جدي تعالوا لحسين شيعوه إنا لله وإنا إليه يراجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي من قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كريم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا وارث محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا أثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد يا سيدي أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونأيت عن الملكة وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمتان قتلات ولعن الله أمة ظلمات ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بيت يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجزك الجاهلية من أنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الردي الزكي العادي المهدي وأشهد أن الأمة من ولد كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياء ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع جميعا إني سلم لمن حانبكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعنى الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت وتهيئت لقتالك يا مولا يا أبا عبد الله توجهت لزيارتك من هذا المكان المعين وأنا أعلم بأن سلامي يصل إليه سلام الله عليك لأنك حي عند ربك مرزو فأسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلنا معكم في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير جميعا السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين يا ابن أم البنين يا قطيع الكفان ورحمة الله وبركاته وماتنا ومات الحاضرين والسامعين من مات على الإيمان وولاية أهل البيت أرحى أمنا المنسيين من له حق علينا بلغ الجميع عنا ثواب الفاتحة مع الصلوات